لو هنتكلم مثلاً عن الحاجات اللي بتخلي الناس عايزة تاكل برة المكسبات الطعمة زي ما حضرتك زكارتي والبهارات طيب لو استخدمنا الحاجات دي في البيت مع تجنب بقى بيت الحاجات التانية اللي هي الزيوت هتكون نضيفة اللحمة هتكون إحنا اللي جايبينها وعارفين مصدرها هل ده ممكن يؤثر على صحة الإنسان؟ ولا الفكرة في إنه هم عشان برة بيستخدموها بقى مع زيوت مستخدمة أكتر من مرة فده اللي بيؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان طبعاً هو الجانب اللي حضرتك ذكرته اللي هو يعني الشؤون الصحية تقريباً تكاد تكون غائبة اللي هو تكرار استخدام الزيوت وممكن المواد الخام أقل المواد الخام جودة ولكن طبعاً لما احنا بنستخدم في البيت المواد الخام بتاعتنا بنستخدم الزيت بتاعنا طبعاً احنا مش نصحتنا أن احنا الناس طول الوقت تقلي وتاكل ولكن لو حابب أكل ممكن عملها مرة أو اتنين على مدار الأسبوع يكون فيه طبق صلطة خضرة الخضار مخصول كويس محتوط جنب الأجل لكن أقصد أن البهارات ما فيش منها مشكلة البهارات لو مصدر موسوك من قوم ما انكترش منها برضو لأن قصرة استخدام البهارات في المجمل هي بتأثر على القولون وبتهيج القولون وبتعمل لي مشاكل في الجهاز الهضمي يعني أنا بشوف الشباب جايب سندوتشات تقريباً يكاد يكون السندوتشي شطة وفيه نودلز موجودة عشان ما نعرفش إيه اللي فيه أصلاً ده حقيقي هو بيخبي المنتج وفيه حاجة كمان بتحصل في جسم الإنسان مع عتيات تناول هذه الأكلات مع مرور الوقت بتزيد نسبة الدهون في أجسامنا سبحان الله لما بتزيد نسبة الدهون في أجسامنا تزوقنا للطعم الأصلي للأكل بيقل بنحب بقى نضيف المايونيز بنحب نضيف الكاتشاب السوس نقطر الملح نقطر الشطة لأن الإحساس بالطعم بدأ يغيب خلايا التزوق الموجودة في اللسان بدأ دورها يقل فكلما الحاجة كانت صحية كلما كانت معمولة في البيت وزي ما حضرتك يا أستاذة جمانة ذكرت النهاردة الوصفات مالية الإنترنت بدأ للطريقة ألف فأنا نصحت للسادة المشاهدين حفظوا على صحة أسركم حفظوا على صحة أولاكم الأكل البيتي الأكل الصحي لازم نرجع للماء إيه ده الأكل الصحي تاني